المحور الخامس المحور نتعرف عليه نتعرف على شكل من أشكال الكتابة الروائية العربية الحديثة من خلال أثر هو رواية الشحال نجيب محفوظ كما تعاملت مع المحاور الأربعة السابقة إذن كنت أبدأ دائما بالتفاتة إلى عناصر البرنامج مع العلم أني قدمت هذه العناصر في علاقتها يعني بمحاورها وفسرتها لكن لا بأس أن أعود إلى مسائل البرنامج كل مرة ونجيب محفوظ الأثر المخصوصة بالتعامل معه في المرحلة هذه إذن باتي بار أنا بشتعامل مع روية الشحاث اللي بيها نسكره البرنامج بطبيعة الحال نتاع العربية أعود للتذكير بالأهداف وبمراكز الاهتمام لأنه وراه كي العادة أذكر دائما أن القاسب المشترك بيننا كأسات ذهب وبينكم كتلميث وبيننا جميعا والوزارتي هو هذا البرنامج يعني هذا البرنامج يحدد لك مراكز الاهتمام اللي مش ننقذ عليها أحنا في البحثة في التدريس أنت في الدراسة في الاستيعاب في الفهم في الاستعداد لاختبار البكالوريا واللي على أساسه نعملوا أحنا المواضيع ونعملوا التدريبات المنهجية تطبيقات باش نعطيوك الأهلية المعرفية والمنهجية لمباشرة محكمة وجيدة وناجعة ونافعة في اختبار البكالوريا إذن أعود لقراءة مسائل البرنامج كما هو أمامكم مبين الأهداف لا نخرج عن إطار وسياق الأهداف العادية كل أثر نباشره على مستوى خصائصه الفنية وخصائصه المضمونية وهذا ليس بجديد ولا ينفرد أثر عن الآخر بهذه الخصائص لكل ما يشاركوا في هذا إذن الخصائص الفنية في الرواية واستجلاء أهم القضايا المعروضة تبقى كل أساس مشي الخصائص الفنية بتاعه بطبيعة الحال بحسب الجنس الأدبي أنت تقرأتها في الرواية إذن الرواية جنس أدبي أحنا أحنا أقبل لك قرناها الرواية مثلاً كان فمنعت حطول الرواية الذهنية نحات الذهنية مع الشحاذ عليه لأنها ليس الذهنية خالصة أبشخلك عليها منذ البداية هذا أثر لما يعني يستجيب لمقومات الذهنية المطلقة للرواية وطعا نفسر عليش من بعد من بعد بشنا ندخل في التفاصيل وكل بشنا بينوركم لماذا يعني بقيها العنوان الرواية العربية باعتبارها رواية كتبها نجيب محفوظ بشكل متفرد بشكل متميز ليست ذهنية ليست واقعية إذن ماذا تكون هذه الرواية هي شكل آخر من أشكال الكتابة الرواية الحديثة إذن الخصائص الفنية القضايا المعروضة وكالعادة وكالعادة ابدأوا الرأي في ذلك ابدأوا الرأي في ذلك هذا هو دي ما خاتتكي قريوة تلميذ في القسم بطبيعة في كل المسائل ندرسوها دي ما نثير معناها إشكاليات ودي ما نتسألوش بها عمل هكا لش عمل هكا كما تواقل مثلا عليش من نجموش أعتبروها رواية ذهنية وسنبدأ الرأي في ذلك هل أخلص نجيب محفوظ للذهنية نعم أو لا إن أخلص فكيف ولماذا وإن لم يخلص فلماذا ماذا كانت غايته من وراء هالاختيارات الفنية هذه إذن وبالتالي هذا شمعناها إبداء الرأي يعني كانت شيف المظامين هذا كيف تبدي الرأي هل أزمن بشيكيش البطال العمر الحمزاوي ايه شني مظاهرها شني أسبابها شني آفاقها وتبدي رأيك في ذلك خاصة كما أذكر دائما أن اختبارات المكالوريا في مجملها ومعنى في الغالب منها في العادة باش منكون الجازمين هي اختبارات دي ما فيها دعوة إلى تحليلي معنى الرأي وتثمينه وتنسيبه وتقييمه وكل هذا به هذا يا فيما يتعلق بالأهداف العامة آتي الآن إلى تفصيل هذه الأهداف فما يسمى بمراكز الاهتمام أعود الآن شوف إذن تبين الخصائص الفنية أنت في رواية به إذن هذه الرواية لازم لابد باش تقف أنت على البنية القصصية والروائية أي كيف بنيت هذه الرواية في بنائها الخارجي معناها كما رينا في المسرحية أحنا رينا مناها البناء الدرامي الخارجي البناء الدرامي الداخلي هذه هي الأجناس الأدبية هذه إذن بنية رواية عندها خاصيتها إذن التقسيم ممتاحة فيها شفوصول كذا وبعد نتلها أحنا بالبنية الفنية الداخلية لنقصد بها بطبيعة الشخصيات المكان الزمان الحوار الوصف أسرد هذي كيسمها يعني بناء فني داخلي أحنا البناء البنية متاحة ندرسه هذا الكل خارجيا وداخلية إذن بناء الشخصية باعتبار أن الرواية العربية والذهنية في جانب منها يعني محط الثقل في الاهتمام الشخصية المفردة يعني ما معنى هذا معناها أن الأثر هو يصور أزمة وهي أزمة البطل الفرد وقضية الفرد الواحد مش تقولي هوا معها شخصية أخرين هوا معها صحيح معها شخصية أخرين صحيح لكن الشخصيات الكلها تدور في فلك الشخصية الرئيسية يوم يجبوننا احنا مش خدمك أنا معناها موضوع في إطار التدريبات عن دور الشخصيات في تصوير أزمة البطل إذن ما الشخصياته إلا وصائط بطبيعة الحال يستغلها القصاص والروائي لتصلية الضوء على أزمة هالشخصية الفرد هذه إذن مش تقولي هل لا تمثل ذاتها لا تمثل ذاتها وتحمل أسماء ولها خصائصها لكن في الحقيقة لو سحبنا البطل من الرواية لما بقي لها أدنى دور إذن هك عليش بناء الشخصية بشو نشوفوها أحنا هالشخصية كيفاش نصنحها نجيب محفوظ شنه خصائصها كيف جعل الشخصيات الأخرى جيماع جوانب في الشخصية الرئيسية باي؟ ثم نأتي الآن إلى الأمكنة ودلالاتها الرمزية واضح؟ شوفوا البرنامج يشغلك يقولك الأمكنة ودلالاتها الرمزية هذا بدوره مش تشتغلوا عليه كموضوع لأنه أنا حسبت عملت معي في شخصية السابقة وفي المحاور السابقة يعني مراكز الاهتمام تقريبا للكل ندربكم عليها في إطار مواضيع معناها في إطار تصورات منهجية ووضعيات إشكالية بسعارك فيش تخدم إذن مدامك في رواية أنت ذهنية ورواية تقوم على الرمز من الطبيعي باش الأمكنة تكون عندها دلالة رمزية والرمز هذا يا شو نقصده به؟ نقصده الرمزية في علاقتها بأزمة البطل بالمشكلة اللي عندك في الرواية اللي يعالج فيها الرواي إذن هل نقول أن هذه الأمكنة مغرقة في الرمز أم أنها هي أمكنة واقعية؟ هي في الحقيقة مش تلقاه أسماء في الرواية واللي قرار الرواية وحتى اللي مش تقرار الرواية يبشر في النصوص معناها مش يلقى أمكنة معروفة في مصر مش يلقى الأسكندرية مش يلقى الفضاء المكاني اللي فيه النيل مش يلقى القاهرة هذه هي أسماء معنىها واقعية في مصر نعرفها الناس كل ساحة سليمان باشا لكن البرنامج يقول قري أنت قيمتها الرمزية في تصوير الأزمة قري القيمة الرمزية متاحة نجم بعد أنت تحكي عن القيمة الرمزية تبين في نقاش أو في حاجة اللي هل أمكنها رغم خاصيتها الرمزية لها يعني حضورها الواقعي الأزمنة الآن إذن كما تشوفوا هنا الأزمنة تصرف القصاص فيها الإشارة واضحة في العادة في الرواية التقليدية الزمن خطي يمشي ديما القدام ويقدم في حياة البطل والشخصيات تقدما زمنيا هو المعتاد في حياتنا الكل في الرواية الذهنية في الرواية الرمزية في الرواية العربية يتميز بخصوصيات أنه ينجم يمشي خطي ينجم يرجع التالي يكون معناها استرجاعي ينجم يقدم القدام يعني ما عادش الزمن العادي ما عادش الزمن المعروف عند لعبات أصبح زمنا روائية يتصرف فيه القصاص حسب حاجته يحب يصور لك مثلا معاناة البطل في لحظة من لحظات يرجع به للماضي خذت تذكر حاجة من الماضي مثلا يحب يصور لك تخوف البطل من حاجة آتية كما عمر الحمزيوي خايف من خروج صديقه عثم من خيلم السجن يقول وسيخرج الماضي أنا عم قريب من السجن وسيبدأ لحساب العسير ساسا هنا يقفز بنا الزمن المستقبل ما الزمن استشرافي ولا وهذا كل مش يصور حالة المعاناة وحالة الألم وحالة منها التقوق على العيش فيها البطل إذن الحوار الباطني والحلم كما تلاحظون هنا إذن الحوار الباطني حاجة والحلم حاجة أخرى لذلك سأستعمل لونين متبينين حتى أفصل بين العبارة الأولى والكلمة الثانية إذن الحوار الباطني تقنية روائية قلت أعتمد عليها نجيب محفوظ بكثرة بكثافة لأن الأزمة في الرواية هي أزمة الفرد وهذا الفرد يعيش الغربة والاغتراب داخل ذاته في قطيعة مع مؤسسات مختلفة في كيانه وفي وجوده وفي حياته إذن لذلك حضر بصورة كبيرة جدا هل هذا يلغي وجود أنواع أخرى من الحوار؟ مثل الحال لا يلغي يعني هناك الحوار المباشر الثنائي الجماعي إلى غير ذلك من الأنواع وإحنا جاء مرة في الباكة الورية موضوع الحوار يكشف الحوار بأنواعه أزمة البطل وكل هذا شو الحلم هذا؟ الحلم هذا هو ما جاء في آخر الرواية إذن في الأخر متاحها جاء الحلم هي حالة أوجد فيها الرواية بطله عمر الحمزاوي حالة بين الواعي واللواعي الحلم أو كما أسميه هنا طيار اللواعي ما في الرواية الحديثة طيار اللواعي يستخدمه نجيب محفوظ كيف كيف ككل روايين تقريبا المعاصرين كذلك لاستكشاف أغوار الشخصية ومعاناتها أي يتصبح الشخصية في حالة هي أقرب إلى اللواعي وتستغل هذا اللواعي بطبيع الحال في إطار سعيها وبحثها وفي إطار مأساتها ومعناها معاناتها الوجودية طيب نتعرف عليه من بعد إذن كما تلاحظوا تراك نرجع ونشوف لهنا طيب نلقى اللي هذه خصوصية فنية تميز هذا الشكل الرواي اللي هو قلت ذهني وليس ذهني ذهنية تامة فتشوف البناء بتاع الشخصية ما عادش عنا أقوله الشخصية في الرواية لأنه كما قلنا نحن الرواية رواية بطل الفرد أنت العنوان عنوان الرواية هو الشحاذ يعني الكلمة جاءت في صيغة المفرد مما يبين أن هذا الشحاذ هو شخص هو فرد إذن الرواية سترصد مراحل شحذ مراحل طلب مراحل سؤال ستعيشها هذه الشخصية نشوف الأمقنة قلو الكرمزية نشوف الأزمنا موش الزمن العادي في الرواية الواقعية نشوف تركيز على الحوار الباطني إذن ما لهذا يعني هي خاصيات فنية واختيارات فنية خاصة اختيارات فنية مخصوصة تمشي وتتماها مع طبيعة الكتابة الروائية الحديثة واضحة إذن أحنا خرجنا بهذه ما عن خصوصيات الكتابة الروائية التقليدية آتي الآن إلى القضايا والمضامين بطبيعة الحالة عندما أقول القضايا المقصود المضامين يعني ماذا حدد البرنامج ننظر وهي في الحقيقة شوف عن ثلاثة وثلاثة وثلاثة ستة ستة مراكز اهتمام هنا منزلة الفن في العصر الحديث أزمة الفنان وقضايا الإبداع معنى الحياة والتوق إلى المطلق في الحقيقة هذا هو الأساسي أما أن أخذتهم رتبين كما عملت البكالوريا كما في كتابة البرامج الرسمية إذن هذه قضية الرواية معنى الحياة والتوق إلى المطلق البطل البطل يريد أن يبحث وأن يوجد لحياته المعنى أين يوجد هذا المعنى؟ هذه القضية ويريد أن يصل إلى المطلق إذن تشوف لهنا أنت معنى الحياة والتوق إلى المطلق إذن هذه هي القضية المركزية اللي عندك باي هذه اللي من أول الأثر وحن نبدأوا بها والبطل فقد المعنى تودارجل أن أعطيكم فكرة عن رواية كلها كيف أني مشات باي إذن هذه القضية المركزية شنو من أخرين منهم؟ هنا هذا البطل كان في وقت من الأوقات يكتب الشعر ويكتب الشعر الملتزم وشعر الهاتف وليحرض على الثورة باي في وقت من الأوقات يؤمن بالعلم إذن نشوفه لهنا منزلت الفن والعلم في العصر الحديث وحده هو في هذا لا صديقه مصطفى المينياوي يكتب المسرحيات يعني فناء المسرح كان يكتبه حاجة وقت اللي هو كان طالب وبعد مقامة الثورة 1952 وليكتب في مسرحيات أخرى وليكتب في الملاهي وكذا إذن العلم في العصر الحديث بوثينا بنت البطل هي طالبة تدرس الكيميا لكن في نفس الوقت عندها هوية كتب الشعر عثمان خليل صديق البطل هو كيف كيف كانت عنده قناعات شعرية ويؤمن بأن الشعر جوع إلى النظال والثورة وكل هذا إذن هذه منزلت الفن والعلم في العصر الحديث هذه قضية حضرية في الحقيقة تبعني مليحة هذه قضية حضرية تتبعها أزمة الفنان وقضايا الإبداع يعني الفنان اليوم بإبداعه هل هو يبدع فعلا؟ نعم إذا كان يبدع هل أن الإبداع أصبح قضية؟ إذا ما كان الإبداع مرتبطا بالالتزام والثورية والمبادئ هل لهذا الفن معنى؟ أم أن يقع الفن في فخ المادية والرأسمالية والتجارة؟ هل هذا معنى آخر للفن؟ إذن هل ما زال للفن؟ معناها معنى أم هو يعيش قضية؟ والمبدع يعيش حالة اغتراب هذو ما لسنين هذو قضايا حضرية مش تقول لي أنت تو نفهم هنا شوية مش تقول لي تقول لي إخي تو أنت معنى الحياة والطوقن المطلقة تقول لي هذي القضية الرئيسية وهذو ما هو قضايا حضرية عفون وقضايا واقع إيه نعم همجد فصل لك هذي قضية ذهنية رمزية كما يقتلين المصلح الذهني كيف كيف الرواية الذهنية؟ يعني القضية الذهنية اللي متكة عليها الآثر هو ما معنى الحياة؟ أحنا بكنا في لحظة من لحظات حياتنا نجيو ونتسألو ونقولو ما معنى الحياة؟ اللحظة هذية خاصة ترتبط بحالة انتكاس بحالة انتكاس بصدمة بلحظات ألم بلحظات ربما خيبة فحياتنا فشل فحياتنا فنرتد إلى ذواتنا ونتسأل أي معنى لحياتي؟ سؤال قاهر حقيقة سؤال معنى خطير جدا لما قال لآخر سؤال عنده قيمته معنى برشة علش؟ لأنه يدعوك لتقييم حياتك يدعوك إلى النظر في هذه الحياة ماذا تساوي؟ هل أكسبتها المعنى أم هي فراغ بلا معنى؟ إذن هذيك ليش قضية ذهنية تعيش في مجال الزهن انت القضية هذه إذن وتربط تعاد البطل بالتوقن المطلق أي يريد أن يعرف يريد المعرفة المطلقة إذن لذلك يريد أن يتمرد على حدوده كما شهريان ويتوق إلى أن يدرك ذاته كاملة واعية لها معنى في الوجود إذن هذيك ليش أتوق إلى المطلق؟ ماذا أنت القضية الذهنية هذه ماشى في الرواية بالتوازي مع قضايا حضرية هي قضايا الواقع في الحقيقة إذن هنا قضايا الواقع تنجبت سألني مرة أخرى تقول لي هل أنه كل حد قاعد يعيش في نوعية؟ منها البطل قاعد يعيش في قضية ذهنية على روحه والشخصية الأخرى عندها القضايا الأخرى؟ لا كلهم يعيشوا في الواقع هذية هو الواقع المصري إذن نقول لك أنا نجيب محفوظ الزراع القضايا الذهنية هذه بطبيعة والشخص متاحة وكل في بيئة مصرية لها واقعها وإحنا نقول قضايا الواقع المصري خاتر الرواية كتبت عن مصر تبيت الحال لكن تقول الواقع العربي كل يعيش في أزمة الفن وأزمة العلم وهي قضايا قريبة من الكتاب تكتبت معناها في الخمسينات من القرن التعدى من القرن العشرين إذن هذا عليش بكري أنا قلت توقفت عن فاسر بعض هل أن الرواية رواية ذهنية خالصة؟ هنا جوابتك نتوا إذن الرواية ليست رواية ذهنية خالصة لماذا؟ لأن الواقع يقتحم معناها الرواية وقد أراده نجيب محفوظ كذلك لماذا؟ لأن الواقع هذية وهالقضايا الحضرية جزء في القضايا الذهنية جزء في أزمة البطل البطل كان فنانا يكتب الشعر وكان يكتب الشعر الهادف الملتزم بعد ترك الشعر ونسيه وفقد الشعر معناه إذن طيب شنشوفه أحنا كيبدأ يبحث عن معنى الحياة إذن تنجم تقول ما هو عمل هو محاولة لإعادة كتاب الشعر لكن القلم لم يطاهوا والرغبة في الكتابة تبلدت وتبددت إذن فهالقضايا هذه قاعد تمشي في علاقتها بالماضي البطل حاضره أزمته إذن هذك علاش هي اسمها مش ذهنية هي ذهنية وواقعية وعندها اسم جديد يعطيه لها نجيب محفوظ طيب نقوله لكم كذلك باهي شوية تشويق مثلش باهي إذن ثم نأتي الآن إلى أهمية البعد الروحي في حياة الإنسان راه ريت أنا كي سطرت هذه باللحب رمتلها الرمز الغليز هذا هذه هي مدار الرواية الكل هم مساء الحافة بالقضية هذك مش معناها أهمية البعد الروحي لهنا أهمية البعد الروحي أحنا هذا البطل كي يقول هو غرقته في مستنقل من المواد الدهنية يقصد بها المواد الدهنية الفلوس المن نرجع بعده نحكي على حياته بطبيعة الحال هذا الرجل محامي ولا شهير يكدس في الفلوس وكذا لنغرق في المادة هو قال غرقته في مستنقل وكلمة مستنقل هذه الرمزية أصبح يتقذز من المادة إذن ما الذي ذاع في حياته ذاع البعد الروحي إذن غياب التوازن في حياة البطل واستبداد المادة بحياته إذن جعلته يعيش فراغا روحيا كان سببا في من أسباب أزمته الوجودية إذن الجنس والحب لهنا هذا ما اضطرحه في الأثر علاش خط البطل عاش تجربة من التجارب هي تجربة الحب والجنس في إطار بحثه عن معنى الوجود إذن وهنا ذكر قضية ذهنية رمزية بطبيعة الحالة وجودية يعني بطريقة أخرى أكون أو لا أكون ما معنى الحياة؟ هل الحياة يعني زيف؟ هل الحياة لها معنى؟ إن كان لها معنى من أين يأتي المعنى؟ إذن يقول هو الحمزية يقول لا أريد مالا ولا صحة ولا جاها فقط أريد أن أعرف معنى وجودي إذن هذا شمعناها الشحاذ؟ بي يعني إذا كان الشحاذ تروا في الشارع وتشوفوا الشحاذ صيغة مبالغة على وزن فعال بفهوم الإصرار بفهوم الثبات على الفعل التأكيد هنا فبني شحاذ شحاذ يشحذو يعني وهك على شو قالك أنا لا أطلب مالا ولا جاها ما هوش المتسول العادي تشوفه في الشارع أنت يطلب الفلوس هذا يسأل عن أمر واحد معنى حياته هو يسأل عن معنى حياته بعد أن فقد فيها المعنى الانتماء ودوره في حياة الإنسان بطبيعة الحال إذن شوف هنا أنت هذه القضية العناصر الأخرى ما زلت الفن وأزمة الفنان والبعد الروحي والحب والجنس وكل هذه عناصر عندها علاقة أسباب مظاهر ممارسات كلها عندها علاقة بالقضية الذهنية الوجودية والانتماء كذلك البطل كان له انتماء المبادئ للقيم للنظال عندما فقد الانتمام وقاتلوا الانتكاسة وقالوا الاغتراب وقالوا الفراغ الروحي فقد معنى الحياة فانطلق يبحثوا عن معنى الحياة إذن هالانتماء هذا ما معناه؟ أنه كل إنسان يكون عنده حاجة ينتمي لها تأسسه المفهوم لحياته تعطيه المعنى لحياته والبطل فقد هذا المعنى لأنه فقد الانتمام إلى شيء ما إذن أحنا مش نشوفوا الشخصيات كل حد كيفاش يرى معناها معنى وجوده كل حد كيفاش يفهم مثلا دكتور حامد صبري كيمشيله من لول هو على أساس مش شخص له المرض متاعه قالوا بطبيعة بطل قالوا انتي كيفاش عايش وكذا قالوا أنا ما دمت أدي خدمة كل ساعة لإنسان هو في حاجة إليها فما تداعي للسؤال؟ قالوا تسألت شنهار شو معنى حياتك؟ قالوا شوف الأخر جوبه؟ قالوا ما دمت أدي كل ساعة خدمة لإنسان هو في حاجة إليها فما تداعي للسؤال؟ هذا حقق الانتمام ليش؟ وأعطاه معنى لحياته هو معنىها واجب مهني اللي مارس فيها الطب خدمة الإنسان فهذا أعطاه معناها إحساس بالانتماء وأعطاه معنى لحياته إذن تقريبا نحب اللخص طوى إذن أنا في القضايا لاحظت اللي هناك وأكدت وفهمت اللي هناك قضية ذهنية كما قلت رمزية وجودية في إطار قضايا الواقع واضحة هذا يخلينا نفهم مالا من هنا حتى في البناء الفني قلت فم اختيارات فنية مخصوصة لكن ما اقتعش معها مثلا كما قلتك الأمقنة دلالة رمزية الأمقنة واقعية في نهاية الأمر لكن هو حملها دلالة رمزية مالا فم حضور للواقع في البناء الفني إذن مالا هو هذك عليش في حوار معه نجيب محفوظ سألوه قالوا له هالمرحلة الزهنية وهالمرحلة دي قال لهم أنا ما نسميهاش زهنية لأنه راجل واعي مش كتب لأنه قال كنت باستمرار أصوروا واقع مصر قال سواء كتبت المرحلة التاريخية أو كتبت الواقعية كما الثلاثية متاع الرائعة وكما زواق المدق وكما خان الخليلي قال كنت أصوروا واقع مصر قال حتى في المرحلة الزهنية أنا لم أقطع مع واقع مصر الرجل يحكي على الثورة وثورة يولو والحظة الضباط الأحرار ما بعد الثورة ما قبل الثورة هذا يواقع هذا واقع مصري إذن هذك عليش يقول أنا نسميها نجيب محفوظ لو يقول هكي يقول أنا لا أسميها الذهنية أنا أسميها الواقعية الجديدة وهالكلمة هذه والعبارة هذه هي مفتاح الخدمة بتاعنا طوى إذن أحنا مشروها الواقعية الجديدة في الشكلي كما في المضموني في البناء الفني كما في القضايا المعروضة أمامنا واللي مدار القضايا أعود وأقول معنى الحياة اللي هي قضية وجودية زرحها نجيب محفوظ ونزلها في بيئة مصرية خالصة هذا فيما يتعلق بالتذكير بمراكز الاهتمام الواردة فيما يتعلق بالرواية العربية الشحاذ لنجيب محفوظ نموذجا إذن سأمر الآن إلى تقديم ورقة تأليفية في الحقيقة مش ورقة ورقات هي تشكل دراسة تأليفية لرواية الشحاذ تابعوا معي ما سأقوله وأفسره وسيزيدكم يعني جلاء ووضوحا في علاقتكم بالأثر